مرحبا بكم يا أعزائي أنا المدرسة دان بيهو هذه المرة أيضا سأعرفكم على لوحات رائعة لبعض الرسامين يا ترى أتطلع أن أعرف من هم الرسامون الذين رسموا تلك اللوحات سنتعلم اليوم عن رسام يسمى بابلو بيكاسو وأريدكم أن تروا لوحات بيكاسو وتتأملوا الخصائص التي استخدمها في الرسم إذن هيا ندخل إلى لوحات بيكاسو لم يرسم بيكاسو منظرا كما هو عليه بأنه كان يلتمس طرقا جديدة نلاحظ في هذه اللوحة أن هناك ألوانا مختلفة في الوجه كما نجد بنظرة فاحصة ألوانا متعددة مخلوطة في الشعر أما العينان فهذه العين تنظر إلى الأمام وأما هذه العين الأخرى فتنظر إلى الجانب وأيضا الأصابع حتى وهذه اللوحة أيضا مميزة تبدو كأنها مرسومة بشكل متحور إلا أنها تعطي انتباعا لطيفا ممتعا هذه اللوحة ليست مثل اللوحتين التي نرأيناهما قبل قليل إنها تعطي إحساسا قويا أحد طرفي الوجه أحمر ويفتح العينين على آخرهما ترى هل ذلك بسبب دهشة من رؤية شيء ما؟ وكان يرسم هكذا باستخدام الأنماط المختلفة دون شكل واضح ولكننا ندرك أنه رسم إنسانا أليس كذلك؟ هكذا كان بيكاسو يعبر عن موضوع الرسم بالأشكال الهندسية والأنماط أيضا ماذا الرسم في هذه اللوحة؟ حاولوا أن تتصوروا بحرية كأن هناك إنسانا وكأن هناك حيوانا أيضا وتعطي إحساسا كأنه تم لسق أوراق مقصوصة عليها طرقه للتعبير مميزة ومنتعة جدا صحيح؟ في هذه اللوحة أيضا هذا الطرف ينظر إلى الأمام وهذا الطرف الآخر ينظر إلى الجانب وهناك ألوان متنوعة في الوجه أليس كذلك؟ سنرسم نحن أيضا منظرا بأكثر من اتجاه في لوحة واحدة مثل الوجه الذي رسمه بيكاسو هل ننطلق؟ أولا هيا نحدد مكان الوجه ترجمة نانسي قنقر 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 بعد ذلك نرسم بشكل غامق ترجمة نانسي قنقر 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 أليس كذلك؟ المترجم للقناة هكذا نلون قسماً قسماً بالأروان التي نريدها مهما يكون الشكل ليس هناك أي مشكلة يمكنكم أنتم أيضاً الرسم والتلوين هكذا بحرية وبعد ذلك نخرج ورقة صغيرة ونرسم فيها عينين وفماً حددوا أماكنها كما تريدون بعد تحديد الأماكن بالحجم الذي تريدونه نرسم بالتفاصيل هكذا شكل عيننا راحة من الأمام هذا شكل عيننا راحة من الجانب قد رسمت العينين والفم بطريقة لوحة بيكاسو هيا أرسموا أنتم أيضاً بهذه الطريقة هيا نرسم بشكل غامق ترجمة نانسي قنقر وبعد ذلك نقصها بالمقف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من قصها هيا نضعها على الوجه من الجيد أن تضع العينين في أماكن مختلفة أيضاً نعم الآن بعد أن نكمل اللوحة نقوم بلسق العينين والفم أوقفوا شاشة الفيديو لوقت قصير وأكملوا الرسم بحرية ويمكنكم أن تروا هذه الصورة نعم قد أكملت الرسم هكذا وأنتم كيف رسمتم؟ كيف كانت المحاضرة اليوم؟ رأينا العديد من اللوحات المميزة للغاية ربما بيكاسو كان لديه أفكار مختلفة تماماً مع أفكار الرسامين الآخرين ولكن بفضل هذا الاختلاف قد تمكن من رسم لوحاته المميزة الخاصة به يا أصدقائي عندما تخطر في بالكم أفكار سخيفة أو غريبة لا تعتبروها سيئة فما رأيكم أن تعبروا عن تلك الأفكار بالرسم؟ قولوا أفكاركم بشجاعة حتى ولو استغرب أصدقائكم الآخرين منها نعم إذن تطلعوا للمحاضرة القادمة أيضاً مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر